السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء بناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في فيديو النهاردة اللي بنحلي فيه الأداءات الصفية والأداءات المنزلية والاختبارات الإسبوعية للأسبوع الرابع فابقوا معنا أهلا بكم من جديد نبدأ بالأداءات الصفية أول نقطة I love squash I use my not to play it طبعا لقابها تبقى لتر سي راكت رقم اثنين polluted water destroys wild life إن نقطة لقابها تبقى in rivers في الأنهار رقم ثلاثة هدايا is good at sports she is a famous athlete لتر اي رقم اربعة he likes to play on the pitch طبعا فوتبول لتر دي فوتبول خمسة هدايا ملاك نقطة on April 21 1993 he was born letter c ولدت رقم ستة they need a tennis to practice a lot طبعا لقابها letter b court رقم سبع هدايا نوات the bronze medal in the rio olympics in 2016 طبعا لقابها ب letter b one يعني فازت رقم تمانية take shorter to save water اللي جابت تبقى letter a showers تسعة mona is bad at نقطة money اللي جابت تبقى saving money letter a رقم عشرة she practicing she not practicing at the age of seven اللي جابت تبقى letter b began يعني بدأت بعد كده الأداءات المنزلية أول نقطة i wear my carrot نقط to do carrot اللي جابت تبقى suit يعني بدلة carrot suit يعني بدلة الكرة رقم اتنين i use my racket to play نقط بستخدم racket عشان ألعب ايه أو أزاول رياضة ايه طبعا letter d squash رقم ثلاثة احمد wears his نقط when he goes to play football اللي يلعب كورة القدم بيلبس ايه letter ايه لها boots رقم اربعة هدايا ملاك بيجان نقط at the age of seven بيجان practicing لها letter a بدأت التدريب والممارسة في سن السابع رقم خمسة she is helping her grandma in the kitchen تبقى she is good at لها letter a رقم ستة i wear my to go swimming اللي جابت تبقى letter a googles رقم سرعة we have tennis in our club tennis courts لها letter b رقم تمانية he likes he is good at kicking a ball on a pitch يبقى football letter c رقم تسعة don't throw in or near a pitch يبقى don't throw garbage لها letter a القمامة بتساوي rubbish رقم عشرة he playing taekwondo at the age of eight يبقى began letter b طبعا ماذا بسيط خلصنا الأداءات المازلية يلا بينا على التقييم الأسبوعي ومعانا model a وطبعا هنا الاختبار خاص ب rearrange إعادة ترتيب الكلمات وده سؤال من الأسئلة الرخمة شوية على معظم الطلبة لكن لازم نخلي بالنا هنقرأ كلمة كول لها الأول ونبدأ بالكلمة اللي هي تحتها خط أو الكلمة اللي هي بولد اللي هي متحبرة قدامنا أو النقطة اللي جابها طبعا الترتيب الصحيح هيكون ماذا ترتدي للعب كرة القدم رقم اثنين الترتيب هيبقى طبعا بنبدأ بهداية وراء الفعل بتاعها هو وونتز وونتز طبعا هتاخد تو تو نحط وراها المصدر وين وبعد كده بنحط الصفة عدل الاسم جولدن ميدل رقم تلاتة هتبقى اي لايك هاي كيكس بيست انا بحب الرقلات العالية قوي رقم اربعة بيقول هداية وات ناو دز طبعا في واحدة من دز دي المفهود تبقى دو يا جماع هتبقى الترتيب الطبيعي هيكون وات دز هداية دو ناو ورقم خمسة بيقول لي water dirty can make children الترتيب هيكون dirty water المياه المتسخة الغير نظيفة يعني وراها الفعل can وبعد نحط المصدر make can make children ممكن تقعد للأطفال ill يعني مرضى التقييم الخاص ب model b او النقطة to what you play use squash do الترتيب هيكون what do you use to play squash يعني انت تستخدم ايه للاعب السكواش رقم اتنين practicing she taekwondo began of seven at the age الترتيب الصحيح هيبقى she احط الفعل وراها began she began began تاخد فعل ing g she began practicing taekwondo at the age of seven في سنة السابعة رقم ثلاثة بيقول water polluted wildlife destroys in rivers الترتيب الصحيح هيكون polluted water destroys wildlife in rivers رقم اربعة بيقول sport my squash favorite is الترتيب هيكون my favorite sport is squash الجملة الخامسة عندنا مكتوب carrot suit my white is الترتيب الصحيح هيكون my carrot suit is white دلوقتي مع التقييم الاخير عندنا اللي هو model c اول نقطة بيقول have tennis courts they the park in يبقى الترتيب الصحيح هيكون they have tennis courts in the park رقم اتنين مكتوب a lot she in practices summer there اللي جابة هتبقى she practices a lot in the summer رقم ثلاثة do you what where play to football what do you where to play football يعني ماذا ترتدي لكي تلعب كرة قدم رقم اربعة is a famous player هدايا taekwondo الترتيب هيكون هدايا is a famous taekwondo player النقطة الخمسة قربة you throw never in a lake beach or الترتيب هيكون never throw garbage in a lake or beach كلا جميع نكون خلصنا الاداءات المنزلية الخاصة بالاسبوع الرابع سنة خمسة ابتدائي لو محتاجين تقييمات السبوع الثالث اكتبونا في التعليق وان شاء الله هنلبي رغبتكم thank you very much and goodbye bye